اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في لندن جلسة مباحثات مع فخامة السيدة تيريزمي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة تناولت العلاقات التنائية بين البلدين والسبول الكفيلة بتنميتها وتطويرها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وقد أعرب جلالة الملك المفدة خلال جلسة المباحثات عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها مع المملكة المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من مئتي عام وما تشهده من تقدم ونمو لافتين في المجالات كافة وبشكل مستمر مؤكدا جلالته حفظه الله على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي ودفعها إلى مستويات أعلى تعكس قوة التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة بما يوطد العلاقات المتينة بينهما ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين مشيرا جلالته إلى أن زيادة التواصل واستمرار المشاورات وتبادل زيارات من شأنه الانتقال بالعلاقات الثنائية نحو أفاق مستقبلية أرحب بما يسهم في دعم مساعد تنمية والرخاء في البلدين وأشاد جلالة الملك بالتعاون الأمني والعسكري الوثيق بين البلدين الصديقين والذي يحقق مصالحهما المشتركة ويعد أحد الركائز المهمة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا جلالته حرص المملكة على تكريس الشراكة والتنسيق الأمني مع المملكة المتحدة واتخاذ كل ما من شأنه تطوير هذه الشراكة لأفاق أوسع وأعرب جلالة الملك عن تطلعه لزيادة عجلة النمو الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام مشيرا جلالته إلى أن هناك مجالات أرحب وفرصا واعدة للتعاون والتنسيق في هذا المجال وخلال المباحثات أوضحت جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين حققت إنجازات متميزة في تمكين المرأة من أداء دورها كشريك أساسي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في مجالات التعليم والعمل في القطاعين الحكومي والخاص وثمن جلالته مواقف المملكة المتحدة التاريخية والداعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها والتي تعكس متانة العلاقات بين البلدين وتعبر عن الإرادة الأكيدة في ترسيخها والارتقاء بها منوها جلالته بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به المملكة المتحدة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم من جانبها رحبت رئيسة الوزراء بجلالة الملك مشيدة بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة مثنية على الجهود الكبيرة التي تبدلها حكومة البحرين بقيادة جلالة الملك في تطبيق خططها للإصلاح وأعربت رئيسة الوزراء عن شكرها وتقديرها على الدعوة الكريمة لزيارة مملكة البحرين بمناسبة احتفاء البلدين بمرور مائتي عام على العلاقات بينهما